الحقيقة من زمان ومصر نهيبة نهيبة بمعنى كلمة نهيبة مصر بتتسرق من حوالي 3000 سنة بيمكن اكتر وخلينا الحقيقة نرجع لأيام الفرعنة والله بتتسرق من ايام الفرعنة على جدران المعابد في نقش لجريمة سرقة مقابر ونقشين على جدران احد المعابد العصابة اللي كانت بتسرق المقابر الفرعنية والعصابة دي كانت بتتشكل من ساقة ونجار وفلاح وعبد والعمدة بتاع المنطقة موجودة النقش العصابة اللي تم القبض عليها ايام الفرعنة والفرعنة الحقيقة تاريخ كبير قوي يعني 3000 سنة حكم فيها حوالي 360 ملك وملكة 360 ملك وملكة حكموا مصر حوالي 3000 سنة لحد سنة 332 قبل الميلاد لما جالس كاندر الأكبر واحتل مصر أو غزى مصر وانتهت الفرعنية خلاص 31 أسرة في 3000 سنة في 360 ملك وملكة ولما دخلوا الفرعنة وآخر مرة تكتب بالهيروغليفي يقال كان سنة 304 قبل الميلاد عند فايلة كده انتهت اللغة دي وصمتت الحضارة المصرية حوالي 1370 سنة وبتتسرق بس المصريين في الوقت دا ما كانوش يعرفوا الخواجات بتسرق يعني ايه بياخدوا الحجرة دي يعملوا بيها ايه لكن سنة 1798 جاء واحد جنرال فرنسي هو اصلا مولود في ايطاليا نابليون بونابرت نابليون دا مولود في ايطاليا اصلا او كان مولود في بلد تتبع ايطاليا في الوقت دا انما بعد كده تبعت بقت اسم ايدي تبع فرنسا يعني الراجل نابليون جاء مصر ومعاه حوالي 328 سفينة عليها 1800 مدفع ومعاه الجنود الفرنسوين بقى اللي غازوا العالم بس كان معاه غير الجنود كان معاه 175 عالم فرنسي في مختلف التخصصات في الزراعة والجيولوجيا والشعر والرسم الغريب انه هما بيعبروا البحر متوسط جايين لمصر جنود الحاملة الفرنسية كانوا بيسموا العلماء دول الاغبية الحمير انما نابليون كان بيسموهم جنود العلم في الوقت دا وسنة في يوليو 1799 جندي اسمه بوشار اكتشف حجر رشيد اخد منه الحجر دا وقعد بقى يفكه بدا العالم صغير كان اسمه شامبليون قعد يفك في الرموز بتاعته لحد سنة 1822 بدأت وكان سنه 32 سنة لما تفك حجر رشيد بدأت الحضارة المصرية تظهر تاني بعد نوم حوالي 1370 سنة من هنا بدأوا الحرمية يسرقوا وهم عارفين بيسرقوا ايه وبدأوا المصريين يحسوا ان الخواجات مهتمين بالحجارة والحاجات دي ففي القرن الثمنتاشر كانت اسوأ السرقات وجاء مصر بقى اتفتح عمل واحد عالم فرنسي كتاب اسمه وصفه مصر اسمه دومونيك ديناف 24 جزء الكتاب دا فتح على مصر بقى السياح على اللصوص على المغامرين لكن كان اكترهم لصوص واللصوص دول على فكرة ما كانوش بس تجار تحف دا كان فيه مؤسس اسمه راتشيرد بوكوك الراجل دا عمل كتاب اسمه رحلاتي في مصر دا سرق من مصر سرايق يعني نيبة بدأ المصريين يحسوا انه لا دا احنا عادين على كنز وبدأت تجارة الاثار تنتشر لحد ما جاء واحد اسمه جيمس باتون دا امريكي الراجل دا فوضي ليسرق يسرق لحد ما شبع لما شبع ساب مصر كان اللي مسك مصلحة الاثار في مصر وقتها واحد اسمه جاستون ماسبيرو اللي تسمى عليه شارع النيل دا اللي فيه مبنى التلفزيون يقوله عليه مبنى ماسبيرو جاستون ماسبيرو جيمس باتون بعت قال له انت عايز تعرف في السرق ازاي قال له اه قال له تاب روح لقصر في حتة اسمها الجرنة السرق هناك يا معلم ما تعرفش ابوك من اخوه جاستون ماسبيرو بعت واحد من رجالته اتنكر في زي انه تاجر اثار وقدر الراجل بحيلة انه يمسك اكبر تاجر مهرب اثار في الوقت دا الشخص ده كان اسمه محمد عبد الرسول محمد عبد الرسول كان من قبيلة سكنة اصلا في الجرنة وكان بيهرب اثار وعارف مداخل الجبال اتقابض على محمد عبد الرسول راح نيابة او بندر جنة لانه لقصر كان التتبع جنة كان اللي ماسك بندر جنة واحد اسمه داود باشا ده راجل كان غريب قوي وكان يحقق مع الناس بشكل عجيب يجيب برميل مية ويغتص في البرميل هو نفسه وما يبانش منه غير عينهم مناخيره ومعه مسدس في ايده ويحقق مع المتهم وكان رفع شعار انا هعفع عنك في اول جريمة بس تاني جريمة هضربك بالنهار فيحقق ولما يجي له متهم ما يعترفش يضربه بالنار وهو واقف وداود في البرميل لما جابوا له محمد عبد الرسول وقالوا الرجل ده بقى حوت السرقة في مصر محمد عبد الرسول انكر داود باشا مرضيش يقتله مش كفتة داود باشا لا داود باشا قال لهم خدوه علقوه وعزبوه لحد ما ينطق مسكوا محمد عبد الرسول علقوه شهرين ضرب ما اقولكش فين تعزيب مالوش اخر محمد عبد الرسول انكر نسرق مع ان جيمس بعتوني الامريكي قال الرجل دا حرامي والمرشد اللي تابع جاستو ماسبيرو قال دا الحرامي الاغرب ان اهل قرية الجرنة دافعوا عن محمد عبد الرسول وطبعا هاتك يا حلفان على مصاحف قسما باللمة بيسرق دا غلبان وديك يا مصحف على عناية والحلفان كتير قوي لكن جيمس ماسبيرو او قصدي جاستو ماسبيرو عمل حيلة كويسة جدا بعت لدود باشا قال له الرجل دا اغريه قل له احنا هنفرج عنك بس اذا ارشدتنا عن ازاي بتسرقوا والمقابر اللي بتسرقوا منها هنديك مكافة وهنعفو عنك بعد شهرين من الحبس والتعزيب خرج محمد عبد الرسول لما خرج بعد فترة كده هدي فراح بلغ داود باشا بالحرامية وباماكد المقابر دي وخد مكافة خمسمائة جنيه وخد واحد اسمه ايميل بروكش تقريبا وقال له هوريلك المقابر اللي بنسرق منها وبالليل مش بالنهار وبالليل تحديدا خوفا من قطاع الطرق واللصوص بتاع القصار لان الجبل دا اللي هيقرب منه هيتضرب بالنار واللصوص القصار فجرة تخيل انهم ضربوا نار على نابليون بنا برد وعلى جنود الحملة وهي رايح ناحية القصر او ناحية جبل الجرنة ضربوا عليه نار عشان كده ايميل بروكش دا راح بالليل اخد معاه كمية من الشموع وفوانيس الجاز دي ومشي مع محمد عبد الرسول دخلوا بين الجبال في ممر يقال انه كان 250 قدم ولما وصلوا لنهاية الممر نيزلوا في عمقه 40 قدم اوضة غريبة جدا في قلب الجبل اوضة تختخيف جدا ظلمة ولعوا الشموع الدنيا كانت حر جدا اتفاجئ الراجل بروكش دا بانه قدام كنز محد السبق وقابله ولا بعده اكتشف الراجل انه دي مغبرة ل32 ملك وملكة وكهان خد عندك الاسماء يقربوا الشمع كل الملوك دول والكهان والملكات كانوا مميوات بس مفيش توابيت بعضهم صدره مكشوف او اللفافات القطنية اللي عليه مكشوف عشان السرقة اللي كانت تمت للقلادات الدهب كل ممية مكتوب عليها اسم صاحبها خد عندك الاسماء 32 ملك بيشكلوا الاسرة 18 و 19 يقال ان الاسرتين دول هم اللي عصروا النبيين داود وسليمان يقال بعض الاراب بتقول كده لقوا قرب الشموع يلاقوا يلاقوا امنوا انحطوا بالاول يروح الممية التانية تحطمس التاني يروح الممية اللي جنبها اموسيسي الاول تحطمس التالت سيتي الاول رمسيسي التاني اكتشفوا ان دول ملوك الاسرة 18 و 19 اعظم اسرتين عدوا على مصر وبعدهم الدولة الفرعونية تنهار في الاسرة 21 انما الملوك دول اللي موجودين في اوضة على عمق 40 قدم تحت الارض دول حكم مصر 400 سنة دول الملوك اللي كانت بتتسجل تاريخ التقويم باسمهم مهو 360 ملك اللي حكمه في 4000 سنة دول كان التقويم بيبدأ بتولي الملك السنة الاولى من تولي الملك اكتشف ايميل ده انه قدام كينز وهو اول خواجة او اول باحث او اول اثري يدخل الدير البحري ويدخل على عمق تحت الارض 40 قدم وما انتبهش انه الدنيا حر وان الجو خانق وان الدنيا ظلمة وكل اللي معاهم شموع قعد ساعتين في المقبرة ودي مقبرة 32 ملك حكموا مصر 400 سنة استعان قبل ما الدنيا تبقى فاجر كده بتلتمية عامل واستعان بالبوليس عشان ينقله ال32 ملك في موكب كبير جدا الى السفينة اللي كانت راسيا في النيل قدام لقصر وهو السفينة السيم الملوك لقصرة 18 والقصرة 19 دي الوقعة الحائية اللي عمل منها شادي عبد السلام اعظم فيلم في تاريخ السينما المصرية فيلم المومية دي وقعة فيلم المومية الحائية وده اعظم فيلم في تاريخ السينما واللي بيبدأ ها هي عظامك تتجمع من جديد وروحك تعود إليك لما بدأ ينطأ اسماء الملوك ال32 اللي كانوا موتفنين في الله مصر الحقيقة ما سكتتش بعدها السرقة دي ما كانتش نهاية السرقة انما العلماء والمتابعين بيقولوا ان اسوأ سرقة المصر تمت ما بعد القرن الثامنة لان مصر وقتها ما كانش فيها حاجة السرق غير القصار ودهب الفراعنة وهيج وقت احكي لك ازاي ان بعض الخواجات كانوا اكتر اخلاصا لمصر من حكام كتير عدوا على مصر ايها الاحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربك لما يريد يهتك ستر الحرامي على اهوان الاسباب وتبقى انت قاعد لبيك ولا عليك ويجي لحد عندك السبك والمعلومات كل اللي مطلوب منك انك تعمل بحث وجهد هتلاقي نفسك قدام مغبرة مغبرة كبيرة جدا زميلي يسموها علي بابا مغارة علي بابا انا بسميها مغبرة الدير البحري اللي نزلها ايميل بروكش مع محمد عبد الرسول اللي كان فيها 32 ملك من اعظم ملوك الفرعنة سيتي الاول رمسيسي التاني تحوط الى اخره من المبارح بالليل يا حضراته الكل بيسمع عن فضيحة كبيرة جدا بعد ما اعلنت السلطات في دولة زنبيا انها مسكت طيارة مصرية خاصة مش اي طيارة لا الطيارة دي بقى هي المغبرة اللي كانت طايرة مش على عمقر بعين قدم دي بتطير في السماء از عصر تغير وادوات السلق اختلفت معادش الحرمية ساقة ونجار وفلاح وعبد زي ما همسجل على جدران احد المعابد اصابر اللي سرقت القصار بقت القصار بتتسرق بشكل تاني بالطيارات وبقهم الكبار عمدة المنطقة اللي مسجل على المعبد الفرعوني بقى هو كبير قوي اترقى بعيد عنك العمدة وبقى عمدة العمد المغبرة اللي كانت طايرة في الهوى مبارح اللي كشفوا عنها دي كانت مليانة دولارات ودهب وسلاح في الاول لما اشتغلنا في مصر النهاردة على الموضوع او زميلي هما اللي اشتغلوا يعني كانت المعلومات قليلة وشحيحة وكان فيه عشرات الاسئلة المريبة عن الحادثة هما زميلي برضو لما مشوا ورا الخيط لقوا مفاجئات كتيرة جدا هتدهشك اذا كنت انت اندهشت من قصة سرقة الدير البحر دي فانت عندك قصة تانية بعد آلاف السنين قصة مغارة علي بابا والاربعين حرامي زي ما في الف ليلى وليلة بس انت خليك معايا واحدة واحدة كده عشان نمسك الفكرة من اولها البداية ناس كتير بالليل بعثت لي الخبر ده زنبيا تحتجز طائرة خاصة قادمة من مصر على متنها خمسة ملايين دولار ومسدسات ما حقيقة سبائك الذهب ما شاء الله ده الـ CNN بالعربي يعني مش مصر خادت كاس العالم يعني مش مصر اكتشفت دول الإيدز يعني مش مصر عملت حاجة للرب لا ده مصر زنبيا بتحتاج طائرة قادمة من مصر على متنها خمسة ملايين دولار ومسدسات من غير مدوشك بالتفاصيل لو انت مش متابع ادي ملخص الواقع اهي اتفضل يا حضرات احتجاز طائرة خاصة قادمة من مصر في او في زنبيا الوجهة القاهرة مصر لساكا زنبيا المضبطات خمسة مليون دولار وسبعمائة ألف مية سبعة وعشرين فاصل اتنين اشتبه كيلو جرام اشتبه انها دهب خمس مسدسات سبع مخازن زخيرة مية ستة وعشرين طلقت رصاص معدات لوزن الدهب خلي بالك دهب انا عايزك ايه بعد ما تصلي عن نبي لو مسلم وتمجد سيدك لو مسيحي تركز في المعدات لوزن الدهب اصلا ما طلعش دهب طلع نحاس الله اسمع بس طول بالك وبعدين قبضوا على مجموعة من الناس عشرة بينهما ست مصطين واحد ولندي واسباني والحاجات دي الاموال اللي هي الترلملم اوضعت في بنوك زنبيا زمان في واحد دلوقتي عمال يشتم في المساعدين بتوعه لانه هو كان اولى بالخمسة مليون دول طيب الطيارة بقى والفلوس والدهب والحاجات دي الصورة الصورة اصدق انباء من الكتب اتفرج الفيديو ده دي طيارة اوكي طيب فين الدولارات اللي قلت عليها فين الدهب او مشتبه انه دهب اتفضل هذه الدولارات الترلملم مش احنا كنا اقول بيهم دول دول يحللوا مشكلة انا ابطل شغلي في القناة دي لو لقيت ربع دول صدق يا دي يا مو انا لو خدت مليون صدق لو انا هبشت مش هبشت يعني يعني العب يا عم الفيديو ما تلعب ولينا الدولارات دي انت وقفت ليه خلصت الدولارات ما خلصتش مو بعد لو هب لوكشتين زي دول يلوقوا المسائل ويريحوني انا تخيل انت تقبض مليون دولار والله اععد في بيتنا ولا تقري في القرف اللي انا بتقري في كل يوم ده صدق بالله يا عمي انت الديني بس ش ربعهم ربعهم وحشة وي انما اتنين منهم على اي حال نتفرج على الدهب تفرج العب الدهب بقى اه ده طلق بص الدولارات يا ولا بقوا لقوا متستفة الدهب مش طلق نحاس طلق دا يا معلم نحاس بقى مش دا شوفوا الاد الحرام ما خلوش لودي الحلل حاجة اتفرج طلق نحاس انا اشتغلت في النحاس هتقول لي اشتغلت ايه في النحاس اقول لك انا كنت بشتغل في اه شركة كبيرة لعمل الميداليات عارف الميداليات اللي بتاع الاولمبيات والحاجات دي انا كنت مصمم يعني ديزاينر فكان يجينا النحاس دا افرخ كبيرة كده وينقعب بقى نشتغل فيها لحد ما تتحول للميداليات انا عمري ما شوفت النحاس كده في حياتي وبعدين النحاس معمول كده يتعمل بايه دا يعني انما واحدة واحدة طول بالك التفاصيل حكاها الوزير الزمبي في مؤتمر صحفي للعالم نانسون باندا المدير العامل للجنة مكافحة المخدرات بيقول ان الطيارة قادمة من القاهرة وعليها بقى اللي انت سمعته الترلملم دا فجأة بعد كده بكم ساعة طلق المسؤولين في زنبيا وقال لك قال لك دا مش دهب اللي على الطيارة ما كانش دهب ألا أمال طلع ايه طلع نحاس معلش يا مو هاتلي صورة الدهب تاني كده ما كانش دهب اللي احنا قال لك طلع نحاس حلوة قوي يعني دا نحاس اه والله تصدق فكرناه دهب طب بافتراض انه هو نحاس بافتراض انه نحاس اديني بقى الجرافي الاولاني خالص كده اللي احنا عملناه في الاعداد او فريق الاعداد ايوة بيعمل ايه بقى معدات لوزن الدهب بتوزن نحاس بتعمل ايه في الطيارة مية سبعة وعشرين كيلو اشتبي انها دهب ثم قال لك معدات لوزن الدهب طب لما انت جايب نحاس جايب ليه معدات لوزن الدهب ما هو برضو يا وزير زنبي نانسون باندا ما المسال برضو بالعقل يعني يعني هاتك الناس دي جايبها معاها حاجات لوزن الدهب ليه لما هم سبك من النحاس صوابع كده ما عرفش بيه هيعملوا بيه وبعين انتو عندوك في زنبيا ايه عندوك وجفاف في النحاس يعني ما عندوكوش نحاس ما شفتوش نحاس قبل كده المهم قال لك لا ده طلع نحاس طيب والدولارات فين قال لك خلاص يا معلم الخمسة مليون دول وسبعمائة الف اتحطوا في البنك الوطني طب وبعدين قال لك بنحقق في الموضوع وطلعت الصحافة الزنبية تقول ان المعثور عليه لم يكن ذهبا ولكنه كان نحاس في تطور من الاحداث تقول وزارة المناجم وتطوير المعادن انما ورد انه تم ضبط اكتر من 100 كيلو جرام من الدهب على طائرة خاصة وفي الواقع نحاس وزنك وبعد اثار القصدير قال وزير المناجم والمعادن والواباب والشبابيك بول كابوسوي لاحاطة اعلامية انه على عكس التقارير الاعلامية فان القطبان المعدنية لم تكن ذهبية بعد فحص من قبل الخبراء في وقت سابق صدر بيان يفيد بان مواطنين اجانب وزنبيين قد تم القبض عليهم عام 5 مليون دولار نقدا ومئة كيلو ماهمش مئة ده هما 127 كيلو فين السبعة عشرين تبدينا السبعة عشرين يا كنس كوندا انما اوكي النشطاء في زنبيا بقى قطعوا عرض الحكومة واعتبروا اللي حصل ده سر اعلني للدهب وطلبوا بكشف الحقيقة نشوف كده نشطاء من زنبيا يسخرون من تحاول النحاس الى دهب زي ما توقعت كده مستر سبيكر سير بيقولك هتكون المشكلة اصبح من الواضح الان ان هناك شيء تحاول الحكومة اخفائه هناك فرصة ان تحاول الحكومة اخفائه ومع ذلك يجب ان لا ينسوا ابدا ان الحقيقة اكبر من اي شخص القوة تنتمي للشعب دي واحد تاني قال لك يعتقد انهم اسكاء يوم ما سيشرحون كيفية تحويل الدهب الى زنك في مطار السجوء ارى الان مش عارف ايه يقول من اجل سلاب بمشارة الى السجن ودي واحد تاني قال لك اهو على الرئيس طرد هذا الوزير هو الفساد بنفسه واحد تاني قال لك بس ليه تغطي القصة سيئة جدا مش قادر يفهم الوضع لفلوس حلوة ما تتحكش على غير الناس نحن نلعب كثيرا في زنبيا ده متحول من العرض الاصل انجليزي يعني يبدو اننا خدعنا هنا ده احنا ده مترجم يعني حضرات السادة انه شطاء في زنبيا عارفين الفساد في افريقيا طفح مل المجرة لانه يعني تبقوا لنا حاس واسكت قال لك لا ده مش نحاس بس ده نحاس وزنك وقصدير واحد يقول لي الله امال مصر فين مفضيحة دي الطيارة طيارتنا وفيه ستة مصرين ممسكين والدهب والفلوس المفروض انهم طالعين من مطار القاهرة يعني طالع من بلادنا مفيش حد يطلع يقول لنا حاجة جدعان يا جدعان عادنا نستنى حد يطلع يقول لنا ايه اللي حصل الطيارة مش طالع على مؤخزة من محطة الاولى لفرمسيس ولا طالع من محطة رمسيس نفسها ولا طالع من نوأة في المونيم الطيارة طالع من مطار القاهرة محملة بكل هذه الاسلحة والاموال والدهب حد بقى يطلع يقول لنا كده الناس استنت انما اللي حصل كان صمت القبور صمت ثلاث ساعات حداد لحد النهاردة وفضلت الاسئلة الحائلة المعلقة هو مين صاحب الطيارة طب الفلوس بتاعت مين طب اللي اتماسك ودول تابع مين محدش عارف واتطرحت اسئلة كتير جدا احنا لما نالك الاسئلة الغائبة دي الاسئلة الغائبة طائرة مغارة علي بابا من مالك الطائرة ولمن الثروات المهربة من هم المصريون الستة المحتجزون كيف خرجت الطائرة من مطار القاهرة اين النائب العام من هذه الجريمة حمد الصاوي هل ستقبل زنبيا بالتسوية ام ستواصل كشف نتائج التحقيقات الحقيقة انه الناس كتير جدا لغاية هنا ممكن يقول حد يقوله عادي عادي جدا لكن لا مش عادي لان احنا فجئنا بان وسائل الاعلام المصرية قامت بحسف الخبر اللي العالم كله بيكلم عنه بسرعة صدرت الاوامر بحسف الخبر من كل المواقع اتفرج ادي زنبي احتجاز طائرة قادمة القاهرة على ما اتنهى هوب السلطات حائرة زنبي احتجاز كذا كل ده تحزف بعد نشره عدد من المواقع المحلية تحزف خبر ضبط الطائرة المصرية ده تبقى لمزيد المصرية في زنبيا اهي زنبيا تحتاج الست مقرب وعشرين قبل ساعة واحدة نشرت القرب وعشرين واتحزف المصر يوم زنبي احتجاز طائرة قادمة هوب واتحزف واتحزف ادي سكاينوز دي زنبيا ضبط طائرة مخدرات وملايين الدولارات واحتجاز ستة مصريين ادي مصراوي زنبيا احتجاز ستة مصريين وطائرة خاصة تحمل مخدرات وزهبا واسلحة وخمسة اتحزف كله ترمى كله تشال واصبع المصريين كلهم مستنيين يعرفوا الحقيقة بس يعرفوها منين من زنبيا بعد ما غاب النظام تماما لدرجة ان المرشد السياحي بتاع الحبتور ما هو الحبتور معين مرشد سياحي اللي هو خلد ابو بكر اللي هو المحامي طلع يتاريأ وكتب البص ده بيقول وصل بنا الحال السادة الحكومة المصرية وصل بنا الحال اننا بنفهم ونعرف من وسائل اعلام الافيقية اقعد يخالك في حتة وحاول تاخد اي هرمونات ذكورة تخن صوتك واصبح السؤال الملوح اكتر ليه حزفته الخبر الاستاذ سليم عزوز كتب يقول تصحيح الخبر قرار مهني حسف الخبر قرار سياسي لماذا حزفت المصر اليوم خبر طائرة تهريب المصرية العالم كله عالمة بامر الفضيحة لا داعي لان تدفنوا رؤوسكم في الرمال ماذا يفيد حسف الخبر المكان معاصر الحقيقة التانية اننا في مصر النهاردة حاولنا نجاوب على الاسئلة حتى نهالك دي اوان حسف الخبر يعني تدخل جهاز سيادية الجهاز السيادية في مصر هي تملك القدرة على اصدار اوامر لوسائل الاعلام بين نشف او الحسف الجهاز السيادية دي في الغالب هي المخابرات والسؤال السادة في جهاز المخابرات المصري اللي بيرقسه مدير مكتب وزير الدفاع السابق ودي في ضيحة ان جهاز المخابرات المصرية يرقسه مدير مكتب با هو الزمن قال لي خيره الاوليب نامت والانصاص قامت قفز الكم برسا على المصر حادي يعني السؤال ليه تحزف خبر زي ده وليه تغامر بسمعتك الا اذا كانت الفضيحة دي ايوة تتعلق بالدهاز السيادي ده خلنا نشتغل زميلي مشانا دوروا كتير عشان يعرفوا ايه الموضوع وكان لازم في البداية لازم نفهم الطيارة دي كانت بتروح فين يعني ببساطة هل دي اول مرة الطيارة دي تخرج بفلوس بسلاح بدهب ولا على رأي عادل امام في شهد ما شافش حاجة متعودة دايما الحقيقة احنا لقناها متعودة دايما لدرجة ان الطيارة دي عملت اكتر من 300 رحلة خلال سنة نص الرحلات دي يعني 150 رحلة من و الى القاهرة الطيارة دي عملت 300 رحلة نصهم من و الى القاهرة يعني رايحة جاي عالقاهرة كده برو عتم و اغلب رحلاتها اما لليبيا او دبي او سويسرا او لندن او اسرائيل و دي كانت الرحلات المكررة اكتر من 150 رحلة من مطار القاهرة بوست ما تصدقش بيكلم على ملكية شركة الطائرة و عن سجل رحلتها اتفضل ما تصدقش مصاري الطائرة المضبوطة نقطة الانتقال الانطلاق تشير البيانات الملاحية انطلاق الطائرة من مطار عمان بالاردن مساء يوم السبت 12 اغسطس الترانزيت وصلت الطائرة منتصف الليل الى مطار القاهرة قبل ان تعاود الانطلاق في صباح اليوم التالي نحو الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة حسب بيانات الموقع بتاع الفلاير ده او الفلاير ده لتتبع الطائرات نقطة الوصول بعد 7 ساعات في تمام الساعة 6 وربع مساء بتوقيت القاهرة وصلت الطائرة الى مطار كينيف كاوندا الدولي بالعاصمة زنبيا الوساكا ايه ده يا معلم الملك الطائرة مجهول والمقر بتاع الشركة مقر دبي لم يكشف ملاك الطائرة او الجهة المستأجرة لها عن رقم تسجيلها او بياناتها الملاحية زي وجهة الانطلاق والوصول ومعلومات التسجيل والرقم التسلسل خاص بالطائرة لكن عمليات البحث بتاع مسدقش دي اظهرت ان الطائرة تدير على شركة بتسمى فلاين جروب ميدل است بحسب قاعدة البيانات بتاع اوروبا دي هي مؤسسة اوروبية تركز جهودها على دعم الطيران المدني والعسكري يقع مع مقر الشركة المشغلة للطائرة في مدينة دبي منبع القزارة وهو مكتب تابع للشركة فلاين جروب لخدمات تأجيل الطائرات التي تتخذ من مطار انتويل في بلجيكا مقر اللاعب بيانات السجيل الاقتصادي الوطني الامراطي تشير الى ان الشركة ومقرها المنطقة الحرة بمطار دبي تأسست في نوفمبر 2020 ولم يذكر اي تفاصيل اخرى نشوف بقى ما تصدقش الناشر سجيل رحلات الطائرة دي تاريخ رحلات مثير للجدل حصلنا على تاريخ رحلات طائرة مسجلة خلال عامين الماضيين عبر الموقع ده لتتبقوا رحلات طائران اجرت الطائرة نحو 361 رحلة رايحة جاية جاية رايحة غالبيتها ايوة كانت القاهرة هي نقطة الانطلاق او العودة يعني اما كانت بتنطلق من القاهرة او كانت بترجع للقاهرة غالبية الـ 360 رحلة مية وخمسين رحل مية وخمس وعشر رحلة بدأت او انتهت في القاهرة ابرز هذه الرحلات بقى في 23 نوفمبر 22 انطلقت الطائرة دي من القاهرة باتجاه تلقبيب بعد خمس ساعات اتجهت العاصمة القطرية الدوحة في اليوم الثالث لبطولة كاس العالم يعني كان فيه شخصية رحت حضرة كاس العالم ثم عادت للقاهرة في نهاية اليوم حضرة ماتشو قال حاجة ولي جاي في 30 يونيو 20-23 طارت مرتين من مطار القاهرة الى مطار العالمين الدولي من القاهرة الى طرفي الصراع في ليبيا خلال الصراع السياسي والعسكري في ليبيا المستمرة من سنوات كانت الطائرة حاضرة برحلات مكوكية من القاهرة الى مدينتين طرابلس وبنيغازي لازم نأكد على الجملتين دول طرابلس وبنيغازي الجماعة الليبيين بقى يصحصحوا معانا لان فيه جهتين بيتخانقوا مع بعض في ليبيا ناس في الشارق طبع حفطر وناس في الغرب عندهم شرعية وحفطر بتدعمه الامارات والسيسي والناس التانية المجتمع الدولي وفيه طحن وناس ماتت وبيوت اتخربت اوكي في 17 مايو الطائرة بقى طارت لاثنين طارت لترابلس وبنيغازي في 17 مايو 23 انطلقت العاصمة الليبية ترابلس عادت القاهرة في نفس اليوم النفس اليوم بعد ما توقفت اربع ساعات فقط في 24 مايو 23 طارت من القاهرة الى بنيغازي عادت بعد نحو خمس ساعات في 8 يناير 23 طارت الى ترابلس يا ما شاء الله اما عن اكثر المدن التي زرتها الطائرة احتلت دبي المركز الثاني بعد القاهرة دبي الطائرة دي ذهبوا عودوا عما يتلاها 16 رحلة مصر 126 رحلة احنا دورنا وكمان للامانة والاحترام مجهود الناس لابد ان نذكر بالشكر والتقدير الحقوقي هيسم غنيم وبرضو نشكر صفحة ما تسدقش سواء بقى هيسم غنيم وصفحة ما تسدقش وصحيح مصر عملوا مجهود خرافي في القصة دي للامانة احنا كمان عملنا شغل معاهم عملنا شغل وحدنا يعني رصدنا تحركات الطائرة دي بالفيديو في الجراف ده اتفضل دخلنا ده شغلنا احنا بقى وعملنا ادي الرحلات الطائرة دي كلها 17 مايو 14 مايو 7 مايو نفس الطيارة بنفس الرقم بس هو ده فيديو ما نقدرش نتحكم فيه حقيقة هتلاقي القاهرة كتير جدا ده شغل فريق الاعداد الطيارة رايحة جاية اللي هي تي سفن دابل يو دابل اس ده من الموقع بتاع الطيران الدولي اللي فوقه هو موقعه ماشي فلاية اردر 24 او 24 اتفرج ده رصدنا احنا لرحلات الطيارة دي من اي حتة هتلاقي القاهرة كتير اوي دبي كتير جدا اتفرج خاني شو بقى الجراف اللي عملناه احنا لاهم اماكن الرحلات اللي عملتها الطيارة بناء على الموقع ده ادي الجراف بتاعنا احنا من وقل القاهرة خريطة رحلات طائرة مغارة علي بابا الرحلات الداخلية عملت رحلات للقاهرة اسكندرية العالمين الغرداء شرم الشيخ الرحلات الدولية عملت بقى لدبي للشرقة للرياض لجدة للدوحة البنيغازي ترابلس بيروت تونس مراكش الرباط عمان الأردن الرحلات دي العربية الدولية بقى تل قبيب جينيف مالطا لندن باريس ميونيخ تنزانيا تايلاند زمبابوي وأخيرا تم إلقاء القبض عليها في زنبيا لكن أنا عارف أو أنا عارف أنه مش مهمة عندي الطيارة ملكي مين ما تخصنيش أنا أعرف رجال أعمال كتير جدا كانوا بيأجروا طيارات زي كده يروحوا بيها رحلات وده طبيعي والعالم كله عارف القصة دي أعرف ناس كان بتأجر يخوت عايز يطلع رحلة ثلاثة أربعة تيام هيشتري أخت يدفع إيجاره في البحر ليه ما يأجر نفس القصة بيعملوها بعض رجال الأعمال أنه عايز يسافر هو أسرته وهو مش يدفع في طيارة فلوس كتير جدا وراكنة الطيارة في المطار عليها فلوس والصيانة عليها فلوس طب ما أجر والمثل بيقول شرى العبد ولا الرباية فأنا ما يخصنيش مين صاحب الطيارة خالص لأن أنا عارف أن القصة دي من زمان أو من فترة طويلة أنا أهمني آخر رحلة كانت طالعة منين يا أولاد من مطار القاهرة يعني الدهب والفلوس طلع من مطار القاهرة بصوت الأستاذ فريد دي بأمال السؤال بقى فين الأشاوس بتوع مطار القاهرة اللي كانوا بيمسكوا الستات بغوشة وحلق مخرطة وخلخال وديبلتين والحاجات دي وكم تليفون واللي جايب مش عارف إيه فين دول آه دول بيمسكوا الغلابة بس دول يمسكوا واحدة جاية من قطر بقى لها عشرين سنة أو من السعودية حطت كل فلوسها في كام غوشة على كام كردان على رغيف دهب بتحطوا في صدرها عليه المشاء الله والحاجات دي يمسكوها ويطلعوا الأشياء ويطلعوا الأشياء ويطلعوا الجمالك يتصوروا وهم موافين يمسكوا واحد مدخل تلات تليفونات آيفون مثلا ويقفوا يتصوروا جنبه وتطلع الجراية تقولك تم إلقاء القبض على المضبطات إنما الحرامي الكبير مش بيتقفش بدليل وعلى فكرة ده سلو بلدنا أنا قلتلك إنه على جدران المعابد تم إلقاء القبض على عصابة لنبش القبور وده حصل أيام الفرعنة وتم تسجيل مهن الحرامية دول سقه وفلاح وعبد وغفير وعمدة المنطقة لكن إيه رأيك بقى إنه في ملوك سرقوا المقابر دي وما تكتبش اسمهم على المقابر ولا أي حاجة في رؤساء أهدوا لملوك أوروبا حاجات كتير جدا الكبير الحرامي الكبير ما بيتمسكش اللي بيتمسك الحرامي الصغير أو بيتمسك المواطن الغلبان الحرامي الكبير مش بيتقفش بيطلع الدهب اللي هو عاوزه أتفرق كده على اللقطتين دول مع بعض يا حضرات واحدة غلبانة أو ناس غلابة جايبين شاء عمره أو واحد جايز ترزق في حتتين آيفون ولا حاجة يتمسك ويتصور إنما الطيارة دي لأ بصوا حضرات المأساة دي مجموعة باروكات أو بواريك شوف رجال الجمالك الأشاوس وقفين نسك وشعر بينما خمسة مليون وسبعمائة ألف دولار بتتهرب عادي ده أنت يا راجل لو طالع من المطار بعشرين ألف دولار بخمسين ألف دولار هتتروأ والله هيروقوك إنما شانطة فيها خمسة مليون دولار وسبعمائة ألف عادي جدا زي الحلاوة هنا مجموعة حلقان ومشاء الله ده شاء عمره واحدة تفرج دي مجموعة موبايلات بص وقادي بقى الموظفين هم وعايزين بص 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 الفضيحة دي إثبت والنبي إيه بقى ده وإيه اللي اتنين الموظفين اللي وقفين فرحنين بينما مية سبعة وعشرين كيلو دهب وخمسة مليون دولار عادوا عادي جدا رجال الجمارك الأشاوس ما لهمش دعوا هنا يأتي السؤال المهم كم مرة طلعت الطيارة دي من مطار القاهرة قلنا مية سبعة وعشرين مرة من القاهرة أو إلى القاهرة يعني قول نصهم معلش يا معاز هقصدك في الخدمة يا ابني ممكن تساعدني يا ابني وتاخد بإيه تقولي نص المية سبعة وعشرين كام قول مية وثلاثين يعني نصهم حوالي سبعين تقريبا خمسة وثلاثين رحلة ما هو قالك مية سبعة وشر رحلة من وإلى القاهرة إما انطلقت من القاهرة أو كانت عائدة للقاهرة قول تلاتة وستين رحلة منهم كانت منطلقة من القاهرة السؤال بقى يا ترى الطيارة دي طلعت بكام لكشة في تلاتة وستين رحلة التي انطلقت من القاهرة ده السؤال اللي يخصني أنا احنا يا دوب عرفنا ان واحدة من الرحالات كان فيها خمسة مليون دولار ودهب طلع أصدير ماشي وسلاح يا ترى الطيارة دي طلعت من مطار القاهرة ورجعت لمطار القاهرة مية سبعة وعشرين مرة نصهم تلاتة وستين انطلقت من مطار القاهرة تلاتة وستين مرة يا ترى طلعت بقى دي ايه بقى كم مرة كانت طلعة بلوكش كده مية سبعة وشرين مرة من وإلى مطار القاهرة يعني بالبلد كده من غير حسابات لو كل مرة طلعت نفس الطلعة دي في التلاتة وستين مرة يبقى فيه صروة اتهربت كان ممكن تسدد ديوم مصر او على الاقل تحل جزء من ازمتها من غير لتعويم ولا يحزنون ولا ايه يا بيب يا حضرات احنا ببساطة بنتكلم عن طيارة محصنة مش بتتفتش بتروح اماكن فيها نزاع زي طرابولسو بنيغازي وبتروح اماكن تهريب اموال زي دبي وبتتردد على اماكن زي مدينة العالمين اللي قاعد فيها السيسي دلوقتي بقاله اكتر من ستين يوم السيسي بقاله اكتر من ستين يوم قاعد نايم اكل شارب في الاصر في العالمين الطيارة جرحت العالمين وده اللي خلانا نحط سبعنا على الدليل الاول ان الطيارة دي تستعملها او بيستعملها جهاز المخابرات اللي هي برضو هي لديها الوحيدة اللي تقدر تصدر اوامر بعدم تفتيش الطيارة دي او بعدم النشر وده كان نفس رأي الكاتب جمال سلطان اللي قال لماذا طلبت الاجهزة الامنية في مصر حاسف خبر الطائرة التي تم دبطها في زنبيا امس بملايين الدولارات قديمة من القاهرة لماذا تم حسف الخبر سريعا من جميع المواقع الاغبارية المصرية لماذا لم تصدر اي جهة رسمية مصرية اي بيان عن تلك الوقع التي يتحدث العالم كله عنها ورغم صدور بيان رسمي الجانب الزنبي لماذا تتصرف الدولة المصرية كمان على رأس بطحة بيتحسسها فريق تحقيق تتبع تريق حركة الطائرة الدولارات التي تم دبطها في زنبيا قادمة من القاهرة اللي بعده كشف على ان الطائرة اجرت نحو 365 رحلة زهابا وايابا غالبيتها كانت القاهرة نقطة انطلاق او عودة 125 رحلة بدأت او انتهت في القاهرة واكتر رحلاتها كانت من القاهرة الى العالمين دبي بنيغازي ليبيا وهو تاريخ يؤكد ان جهازا سياديا مصريا يستخدمها كمان المحامي الحقيقي جمال عيد قالك الغموض ده بيزيد عدم الثقة خاصة انه دي مش اول مرة يتم التعتيم بالشكل ده نسبع جمال عيد او الاستاذ جمال عيد بيقول انا ما شفتش بيان للدولة حتى الان عن واقعة سينة اللي هي كانت في العريش اللي مات فيها الزبط محمد مؤنس او تقتل انا ما شفتش بيان للدولة حتى الان عن حقيقة تملك الشركة المتحدة لشركة السجائر وتفاقل ازمة انا ما شفتش بيان عن حقيقة الطيارة المليانة اسلحة ودولارات ودهب اللي وصلت لزنبية التجاهل يزيد الازمة وانعدام السقة وبيقول طيب النيابة العامة اللي بتعمل بيانات عن الاخلاق ويه 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 مش هتعمل بيان عن جريمة العريش وموضوع الطيارة لا مش هتعمل يا سيد جمال مش هتعمل كده فهمنا ان قرار منع النشر ده هو قرار فرعوني من جهة سيادية واكيد اللي عايز يخبي او بيمنع النشر وعايز يخبي فضيحة واكيد كمان انه بيتسطر على مجرمين نيجي بقى لشغلين احنا اشتغلنا وبحسنا طب يا ترى مين او كل ده الصالح مين الاسماء اللي ترددت في الفضيحة دي كانوا اسمين اول واحد فيهم كان ابو العنين محمد ابو العنين الحقيقة اللي اصبح تريند وناس قالوا محمد ابو العنين هو صاحب الطيارة وده لانه محمد ابو العنين كان متصور في مرة صورة كده لو بيبي ودورني عليها قدام طيارة فقال لك هي نفس الطيارة بس الحقيقة طلقت الطيارة مش بتاعته ومش نفس الطيارة انا فيه سبب تاني خلى الناس تطرح اسمه العنين السبب التاني ده يرجع لسنة 2006 في سنة 2006 كان حصل ان مطار القاهرة ضبط شحنة بودرة فياجرا كانت داخلة مطار القاهرة وهوب اتمسكت البودرة دي بتاعت مين الشحنة دي يا ولاد قالك بتاعت النائب محمد ابو العنين هوب طلق ابو العنين قال لا دي مش بودرة فياجرا او الله ولا فياجرا ولا تعرف الفياجرا دي بودرة سراميك عشان انا عندي مصنع سراميكا كيلو بطرة وبالتالي بحتاج البودرة دي انت معلش زي بعض يعني حدك البودرة دي ازاي بودرة سراميك وهي الكمية يعني ما تشغلش مصنع ضابط امن الدولة اللي هناك اثبت ان البودرة دي ملهاش علاقة بالسراميك دي بودرة فياجرا بودرة لتصنيع الفياجرا هوب انتشرت الاخبار الكلام ده في 2006 وبيقولوا نفس الكلام ده من جريدة الشرق الاوسط قادل خبره صديحة البق الشرق الاوسط دي الجريدة سعودية جريدة سعودية النائب العام المصري يطالب نظيره الاماراتي بالتحقيق مع موارنة شحنة الفياجرا الخميس 23 مارس 2006 القاهرة انتظار النمر والنجو عبدالعزيز طلب النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد من نظيره الاماراتي التحقيق مع وكيل شركة شحنة بالامارات ارسلت قبل اسبوعين 17 برميل محملة بمليون وسبعمائة الف قرص فياجرا مخبأة داخل بودرة سراميك وقالت مصادر قضائية ان طلب النائب العام المصري من نظيره الاماراتي يأتي في اطار بروتوكول التعاون القضائي بين البلدين وادل نائب البرلمان رجل الاعمال البارز محمد ابو العنين صاحب شركة سراميك كروباتر امس باقواله امام النيابة المصرية في القضية حيث حملت البراميل المعبئة بالفياجرا اختام وعلامات مزورة باسم شركته وقد نفأ ابو العنين صلته او شركته او العاملين لديه بالشحنة المضبوطة كما نفأ ابو العنين علاقة شركته بالشركة الموردة او ببنك مصر رومانيا الذي تم الغاوه وتغيير اسمه بعد دمجه في بنك اخر باسم بلوم مصر كلام ده في 2006 انا واحد من الناس تابعت القضية دي وكنت بتابعها كويس جدا ما كنتش عرف اسماء الزباط اللي زبطوا في 17 برميل لحد ما قابلت واحد فيهم وحكالي لا دي بودر دي فياجرا سراميك ايه هو مخبل فياجرا في سراميك ماليش كم ارس رجالي خبر تاني كده كم ارس مستخبين في 17 برميل سبع محملة بمليون وسبعمائة الف ارس احد رجال الاعمال بعد صورة يناير كان صاحب محمد ابو العنين حكالي قال لي ابو العنين عمل صاروة من القصة دي ودي ما كانش اول مرة يعدي برميل فيها فياجرا هو واخد على كده والله رجل اعمال حكالي القصة دي الغريبة بقى ان ابو العنين بعد ما راح للنائب العام اللي كان اسمه ماهر عبد الواحد اللي قابله وحيد عبد جيد محمود وانا كنت اعرف ان ماهر عبد الواحد ده كان يعني كان راجل بيتزبط عادي جدا ما بهذرش يا ما دخل ناس النيابة بالتزبيط عادي جدا الغريبة انه هو لما راح اتحقق معهم والله ولا عرفها طب ما دي اسماء شركتك لا والله ودي اختم الشركة والله ودي البوليصة بتاعة الشركة اللي استلامها لا والله ما عرفها طب دي الشركة اللي انت بتعمل معها ما عرفهاش يا جدعان كله الورق كله بيثبت ان السبعتاشر برميل دول بتوعك لا ما عرفهاش تليفونات وصلت للنائب العام او النائب العام لامر ما تم استبعاد اسم محمد ابو العنين من القضايا ونشرت الصحف وقتها خبر احالت خمس متهمين في قضية الفياجرا واستبعاد ابو العنين 2006 وعد منها ابو العنين زي الشعر من العجين ترك طلع عادي جدا منها ولا حصل حاجة وعد عادة جدا نعم يا حضرات ادي صورته عشان كده بعض الناس لما شافوا الطيارة دي قالت دي طيارة ابو العنين بس الامانة ما هياش طيارة ابو العنين طيارة ابو العنين مختلفة تماما بس حركة واطية مننا او النواف قدام الطيارة كده ويتصوت حركات دي امينا محمد رمضان معالينا معالينا مش مش كده مش قضية مش قضيتنا اذا ابو العنين الحقيقة هنبقى نرجع للقصة التاني لكن لو سمم تعرف مين المسؤول احنا بحثنا اكتر وزي ما بيقوله كده انت بس عليك السعي وربك بيكلمك من مجرد ما بدأنا السعي لقينا فيه واحد سجله زي الزفت وهو العيني بيشور على نفسه وبيقول انا هو انا هو سكر قدامك اهو رحبه معايا برجل المخدرات والسلام والكوارث حضرت السادة رحبه معايا بصديق محمود السيسي رحبه معايا بالرجل اللي كل ما ابطل اقول اسمه يطلع لي كده اسمحولي اقدم لكم رجل الاعمال اللي طلع في الاختيار ابراهيم العرجاني هو انت يا عم لازم تحشي اسم ابراهيم العرجاني في اي حاجة لا خالص ده هو زي اللي بيقول انا الحرامي لانه كسر الصمت الحكومي وطلع ببيان كان من اوائل المدافعين عن نظام في قضية الطيارة وكأنه على رأسه بطحة ابراهيم العرجاني هو اللي خلت تحاد قبائل سيناء اللي هو ماسكو ما هو رئيس التحاد ده يطلع بيان عن الموضوع اتفضلوا البيان ده بيقول ايه اتحاد قبائل سيناء اللي هو رئيس ابراهيم العرجاني اعادة نشر التوضيح هناك فرق بين مكان اقلاع الطائرة وتحملها وبين محطات الترانزيت الخاصة بها الطائرة اللي تتحدث عنها حكومة زنبيا والتي ثبت لاحقا انها لا تحتوي على الزهب وانما هي سبائك نحاس واده ارقام الطائرة هي الاولى اطلع بقى خاصة وركز على الجلوب الاكسبريس يعني شحن دولي والتانية احد الخطوط المحلية لدولة زنبيا وجود مصرين على هذه الطائرة لا يعني بذلك شروع جهة رسمية او حتى شخصيات او رجال اعمال او ابراهيم العرجاني في تهريب اي شيء من داخل مصر لانه الطائرة رقم واحد ترانزيت لدى مطار الطائرة يعني توقف واستكمال والطائرة التانية احد الخطوط المحلية الزنبيا تحكيم العقول وقاتح حبل الشائعات انت كمواطن المستفيد رقم واحد منه طب والنبي معليش انتحاد قبائل سينة مالو مرقص انتحاد جاي بصيرتك انتحاد اتكلم عنكم يا معلم يا ابو طيارة واتمسكت في كينيس كاوندا في لوساكا في زنبيا عليها ستة مصريين مالك انت وبالك جحش لقاء العمدة ايش اخشاشك انت في الموضوع الحكومة نفسها ما اتكلمتش للنائب العام ولا الحكومة ولا السيسي اللي قاعد بالميوه لصر بخطة زرق اسود من الجنب ده ما فتحش بقه ده قاعد مع انتصار عمال يعلف ويتغزة عشان يفوق علينا بعدين الراجل مالوش دعوة ما حد شاتح بقه اشمعنا اتحاد قبائل السينة طالع يقولك لا تخص لكذا ولا جهة سيادية ولا جهة الاعمال اشمعنا انت اشمعنا انت يعني ما تسكت ما تعمل نفسك حط راسك وسط الروس وسكت يعني ببساطة الشواهد بتقول ان جهات سيادية او حلفاء ليهم زي العرجاني ممكن يكونوا متورطين ممكن في قضية تهريب الدهب الدهب الدهبات وده يخلينا نروح بقه للمتهمين التانين المحتملين اتكلم عنهم هنا اتكلمنا عنهم هنا وعن فسادهم وقلقتهم بابراهيم العرجاني وبتهريب الدهب زي مين ايوه زي صافي وهبة صديق المستشار احمد المستشار احمد داي باخه سيسي كبير وصديق النوس الصغير البنبينو محمول السيسي افكرك ببرنامج مصر النهاردة لما اتكلمنا عن الشلة دي قولنا ايه كده في النهاية الحقيقة ومن ساعتها كل يوم النفوذ العرجاني بيتسع واللي بتربطه بكل رجالات الدولة واخرهم اللي شفناه اخرهم صافي وهبة اللي اتكلمنا عنه هنا اللي هو نسيب اخه السيسي المستشار احمد السيسي فتحنا هنا ملف صافي وهبة وكنا بمساعدة ناس يعني الحقيقة اول ناس تفتح الملف ده عن صافي وهبة الفضل الله اولا وللناس اللي بعتت لنا فتحنا الملف بتاع صافي وهبة هنا افكركم بالحلقة دي كانت في واحد يونيو 2023 في شهر واحد بقى شريك في وكالة علامة البي ام دابلو مع برايم العرجاني صديق محمود السيسي رجل الزل احنا ببساطة من خلال ربط شبكة المصالح دي ممكن نقدم للسيد النائب العام حمد الساوي اللي نايم في الدرة او مش داريان بالدنيا لقيحة التهام مبدئية بنطلبه انه يحقق في علاقتهم بالفساد وتهريب السروات اللي بيحصل في مصر سيد النائب العام دي لقيحة الاتهام بلاغ للنائب العام لقيحة التهام في قضايا الفساد وتهريب الدهب والسلاح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي عباس كامل مدير مخابرات محمود السيسي الناجل السيسي رجل الاعمال السنو إبراهيم العرجاني صديق محمود السيسي المستشار أحمد السيسي شقيق عبد الفتاح السيسي كبير رجل الاعمال صافي عنطر وهبة نسيب المستشار السيسي حد هيقول لي تابو انت حشارة السيسي وعباس كامل في الموضوع ليه هقول لك بالدليل في وقت من الأوقات في زمن من الأزمنة كان في تليفون من عباس كامل عن طيارة كاملة وقفت في مطار ألمازة كانت بتحمل أسلحة قادمة من الإمارات متجهة إلى ليبيا وكان صوت الراجل ده فيها وبيكلم عن طيارة وقفة في مطار ألمازة جايبة سلاح اللي اشتريته الإمارات وعمل الترانزيت في مصر وهي متجهة إلى ليبيا وكان عباس كامل بيدي تعليمات بأن تسهيل أمر الطيارة دي ده كان بصوته مش بس كده الباحث تقادم الخطيب وصلت له معلومة عن تورط محمود السيسي في موضوع الطيارة كتب تقادم الخطيب البوس ده عن محمود السيسي كتب يقول في معلومة وصلتني الطيارة ليه علاقة بمحمود السيسي ده على مسئولية تقادم الخطيب مش على مسئوليتي أنا واقفة هو وبقولك مرة تانية على مسئولية تقادم الخطيب الطيارة ليه علاقة بمحمود السيسي عايز أزيدك من الشعر بيت صفحة صحيح مصر أثبتت أن الأجهزة الأمنية بتستخدم الطيارة دي نفسها ورصدت زيارة لوزير الداخلية لتونس كان راكب نفس الطيارة على نفس الكرسي الغريبة أن صفحة وزارة الداخلية من الزلة ده على صفحتها أهو بوست أهو صحيح مصر بالصور واستخدام مواقع تعقب الطائرات صحيح مصر تكشف وزير الداخلية المصري ووفد أمني مع طائرة زنبيا في زيارة لتونس مارس الماضي تزامن موعيد وأماكن تواجد الطائرة مع زيارات لوفود أمنية في ليبيا والسعودية وعملوا لك اتنين قوس ده في رقم الطيارة اللي هي تي سفن وده الأستاذ السيد محمود اللي هو وزير الداخلية أهو آدي هنا هتلاقي رقم الطيارة نفس الرحلة نفس الطيارة وده وزير الداخلية المصري الأستاذ حسان بهجة تعلق وقال الكلام ده اطلع بحسان بهجة مش عارف يا جيبة يا ريساتك إزاي يا فندم بس اتضح أن وزير الداخلية المصري متصور نازل من نفس الطيارة والعالع فريط لقوا الصورة منشورة على صفحة صورة الداخلية المصرية طيارة بيركابها وزير الداخلية المصري مع وفد أمني رفيع المستوى يعني الشركة دي مضمونة 100% يعني الشركة دي عارفينها ليه ليه تقول كده هقول لحضرتك ليه لأنه بوساطة الوفود الأمنية رفعت المستوى ممكن هم قاعدين في الرحلة دي يكلموا يفضفضوا يلي بيحكي عن واحدة يلي بيحكي عن واحد يلي بيحكي عن سرقة يلي بيحكي عن ناشل ممكن الطيارة دي تكون فيها أجهزة بتسمع بتسجل عشان كده وزير الداخلية أو الوفود الأمنية رفعت المستوى ما ينفعش تركب أي طيارة لأنه ممكن يكون بيتسجل لهم والحاجات دي بتروح لأجهزة تانية عشان كده دي أكد لك أني لما يركب الطيارة دي السيد وزير الداخلية المصري مع وفد أمني رفيع المستوى رحيل ليبيا أو تونس ده معناه أنه هم راجبين طيارة آمنة 180% إحنا عملنا شغلنا مش من النهاردة من شهور من سنين وكشفنا شبكاس الفساد دي وحذرنا منها ونتمنى أن أي حد يأمل شغله وبنطالب النائب العام ببساطة أنه يجاوب للناس على الأسئلة دي الإجابة عنها هيكشف فضيحة الطيارة لا كمان ده هيكشف خيوط الفساد اللي ضربة في دولة مصر من ساسها لرأسها إحنا وفرنا عليك الأسئلة جبنا لك جراه في كل الأسئلة دي زي دي أهي الأسئلة الغائبة ف من الذي أمر بحس الخبر من المواقع المصرية ولماذا لماذا تدخل العرجاني وقبائل سيناء للدفاع عن فضاحت الطائرة لصالح من تعمل الأجهزة السيادية في مصر وعلى من تتسطر هل الأمر متعلق بالتجارة غير شرعية متورد فيها النظام من يملك السلاح والدهب والدولارات في مصر هل الأمر متعلق بتهريب السروات بسبب الوضع الاقتصادي لماذا تكررت رحلات الطائرة للإمارات وليبيا والسويسرا وإسرائيل هل يمكن حدوث كل ذلك بدون علم السيسي ما يعرفش حاجة عنها يعني لماذا قائمة الطائرة برحلات للعالمين حيث يقيم السيسي ومنها إلى إفريقيا هل السيسي اسمه في الموضوع ده في سرقة فلوس ودهب وأصار مصريين الحقيقة الأسئلة اللي قدامك دي هي الأسئلة المسكوتة عنها حد يجاوب دي على الأسئلة دي عشان بس تحترمه الناس لأنه لو محدش يجاوب على الأسئلة دي وطلعته كشفته اللي حصل بالظبط هيفضل الناس زي ما قاله أستاذ جمال عيد في عدم ثقة أما بقى لو الباشا النائب العام مش عايز أو مش عارف يحقق في الموضوع فاعتبروا أن المقدمة دي بلاغ للناب العام ومحاولة مننا أننا نلحق بلدنا المنهوبة منذ قديم الأزل ولو مش هتفتحوا الموضوع خالص سيظل الموضوع ده واحد من الموضوعات المهمة قوي اعملوا حتى للتاريخ أجدادنا الفرعنا زمان قوي لما زبطوا أصابة بتسرق القبور بتاع الملوك سجلوا أسماء الأصابة دي والمهن بتاعتهم على جدران المعابد والحد النهاردة أسماءهم مهنهم موجودة ساقة وفلاح وعبد وعمدة المنطقة احترموا الناس ولو مش عايزين تحترموا الناس اللي موجودة دلوقتي احترموا التاريخ اعملوا زيهم كده واحترموا تاريخ الناس اللي جاية قول الناس اللي جاية الطيارة دي كان بتاعت مين جوا على الأسئلة دي إنما الحقيقة ما تنتظروش إجابة يا أبناء مصر ما تنتظروش إجابة لأن البلد ممسوكة بأصابة حرامية ولو في إجابة على سؤال واحد هتكشف لك قد إيه البلد دي من عشر سنين مسكنها عصابة جعانة بتتاجر في أي شيء وفي كل حاجة